ورجعنا لك تاني ولسا مكملين معاكو حلقة جديدة وبرنامجكو أقول يا دكتور زي ما قلت لكو قبل الفاصل منوراني دلوقتي في الستوديو دكتور هالا حماد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين وزميل الكلية الملكية البريطانية للطب النفسي أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بك بقى بعطلنا كمية طلبات عشان نتكلم في موضوع محدد لي علاقة بولادنا وللأسف أغلبنا بنواجهه في البيوت وهو العند عند الأطفال هبدأ مع حضرتك بقى بسؤال مختلف شوية هو العند ده بيبقى مورس صفة مورسة كده ولا اي حاجة مكتسبة من أسطوب تربيتنا لولادنا الاتنين يعني ايه العند طبيعي في مراحل مختلفة في حياة ولادنا احنا بنتخيل هنجيب الولاد نراعيهم نأكلهم نشربهم هايسمعوا كلامنا والبيبي الكيوت اللي بنشوفه عايزة بيبي كيوت لا هو بينامش الوقت اللي انت عايزاه من أول لحظة من ولادته بينام في الوقت اللي عجبه بيارضع في الوقت اللي عجبه فهو إنسان آخر له إرادة في إرادة قوية وفي إرادة ماليبل أو نقدر نقول فليكسبل شوية مارنة مارنة تقدر تسمعنا وتسمع كلامنا لو ابتدينا العندة حنقول أول سن للعندة سن سنتين ده بيسموه تربل توز يعني سن أصعف سن أو نو ستيج مرحلة النو إن كل حاجة لأ صباح الخير يا حبيبتي لا يا بنتي أنا لسه ما قلناش حاجة فهي بتقول لأ وهي مش عارفة لأ لي المهم لأ وبيبقى صعب السيطرة على اليوم في السن ده جدا أكتر من طفل مثلا عنده ست سبع سنين سنتين ده لسه بقى بيجري وبيتحرك ولأ وخلاص بالضبط فلازم نفهمه عشان ما نزعلش قوي ما قلشهم بسمعش الكلام ليه وفي بعض الأهل بينفعلوا على ولادهم لإنها بتعيش طفلتها بالتطور الطبيعي لا ده لو ما قلكيش لأ تبقى مشكلة ده لازم يقول لك لأ عشان تعرف إن أبنك بيتطور طبيعي فسن سنتين لا وأنا مش فهمة ففي حاجات بفوتها وفي حاجات هو بيصر يعملها يعني إيه زرار التليفزيون يروح يفتحوا يقفلوا لا ما تفتحش هو ده بقى اللحلي وبيروح يعملوا ده نورمل ودي بنسميها تاستينج باوندرز إن أنا بستكشف خطوطك الحمرة فين فبفضل ما يحلاش إلا الحاجة اللي انت رفضها فده نعم الاعتراض أجي سن أربع سنيين تلسين ونص حسب زكاء الطفل أربع سنين ده سن بنسميه التمرد فتخالي في هذه المرحلة هو سن إن أنا بتمرد على رغبات مامتي إلبس ده لأ كل ده لأ ادي له مساحة للتمرد لإنه سن تكوين الإرادة بيكون إرادته اللي حيعيش عليها بقية حياته وحابب إيه ومش حابب إيه وقرأه بقى في الحقيقة عمتان طبعا أنا عايزة أرجع معلش يا دوكتر لسن السنتين لو أنا ابني من ساعة لما تولد وبدأ بقى كده ست سبعة شهور وبدأنا نلاقي ونلاعب أنا ما بقولش لأ على حاجة بحاول لأنا خلي الدنيا حوالي أمانة فمش بقوله بقى نوع على حاجة خالص اللي هو عايزه بياخده عايزة على اللعبة دي من الدهاله عايزة تشال تشال عايز ينام نام عايز يصحي اللي هو عايزه بنعملهوله تمام هل ده بيساهم إن إحنا لما نوصل للتنين تبقى فعلا تاري بالمزاق زي ما عجبتوها بقى صعبة قوي إنه مش قابل أصلا لأ لا خالص هي تبقى مرحلة عمرية متوقعة بصي هو سن سنتين سنتين ونص دي نوبات الغضب بتظهر أنا ما أقولش على حاجة لأ وارجع في كلامي ودي مشكلة جمد جدا لأنه نحن الأمهات بنضعف للأسف بالضبط يبقى ما تقوليش لأ يعني ما تقوليش لأ اللي أنت بتأكد أنك قوية وليك مزاك تسمع شوية عياط وده طبيعي بيقولك أن خلايا المخ بتتكون في الفترة ديت وبيبتدي يتعود على إنه هو فيه حاجات حيتحرم منها والمخ ما تكونش الواصلات اللي تسمح له إنه يقبل إنه لا ده مش من حقك بتوجع قوي فحضني وطبطبي وقدري وما تديش أنا مش موعد وما كنتش متوقع نهايتها كده يعني أنا حضن وحطبطة بس معلش يا حبيبي مش هينفع نأخذ الحاجة دي بالضبط ممكن تدي معايد شوكولاتة قبل الأكل غير مقبولة بس بعد الأكل نخلص أكلنا ده وحديك الشوكولاتة فممكن تديله معايد حتريح شوية لما تصحى منهم حديك اللعبة دي فيبقى مبسوط إنه عارف إنه حياخدها إذن شلي حياخدها وأغلب الأمهات للأسف بيبقى عندهم لأ بزعيقة وما بتقولش إن أنا هي بتبقى نوية في دماغها إنه بعد ما هيكل حدي له شكورات أو إحنا رحينا عمد جدته فهيكل حاجة حلوة مثلا بس بتكسل تقول تشرح الشرح ده بيبقى عندنا لزهقنا فحقولك لأ أسمع كلامي وخلاص بالضبط كمان بعض الأمهات والأبهات لما يجي من الشغل مزاجه مش حلو ما يدولوش الموبايل فالنهار ضعياً حديك الموبايل مزاجي حلو بكرة أنا جاي من الشغل أرفانه مش طايق نفسي وإنت طالب الموبايل قف بقى لأ مش حديولك إنت كده تلخبطني هو أنا من حقي إمتى الموبايل ومش من حقي إمتى الموبايل طبعا فخليلك system واضح إن أنت consistent يعني مستمرة بنفس أسلوب التعامل سواء أنت دايقتي بقى في الشغل تخنقتي مع جوزك إيه اللي جرى ما تطلعش فيهم ما تطلعش فيهم ويبقى المسموحات واضحة والممنوعات واضحة مش متغيرة على حسب مزاجك أنت أو على حسب متخنق مع جوزي ولا لأ فمش حديله خلي الأمور واضحة ساعتها حتقللي كمية البكاء وبتخلي علاقتك بيه حلو ساعت يا دكتور في سن السنة بنبقى إحنا عايزين نقلل العدد اللقات اللي بنقولها بس عندنا مشكلة أن البيت مش مساعدنا عنده أخوات وده حطت الشاحن هنا فبيشد الشاحن عايز يحط صباح في الكهرباء عايز يكسر إزازة عايز يعمل حاجة في حاجات هو ممكن يدور نفسه ممكن يتكهرباء ممكن يتعور فعايز أقول لا أقاطعة مش هقدر أقولك كمان شوية مش هقدر أقولك حاجة إزاي أوصلها لطفل عنده سنتين حاولت طب طب وحده مش هدي أقتنع لا هو أنت لما بتحضوني بيفرس كيمويات في المخ بتهدي الطفل فبيهدى مع نفسه يعني مجرد أن أنت حضناه بس أنا عملت حاجة لطيفة جدا لولادي في السن ده في حاجة اسمها بيبي بارك أنه هو زي صور كده بيتباع أن أنا بحط له لعبه وعلى مساحة جبيرة ما بيتحركش خارجه فأنتي متطمنة لو حبيتي تروحي تطبخي وترجعي تبصي عليه المونيتر جنبه فلأن الأم مش هتقدر تليف وراه على الفيش بتاعت القهرباء وأنس إنه هم مشوا أصلا بيجروا ورا أخواتهم كمان لو عمدنا أخوات بنبقى الأنين من الحتة دي وطبعا دخول المبخ والتحت البوتاجاز يدخل وإنتي بتشتغلي يفتح بقى ويطلع لك الحلل وبتاع ده ممكن تعمليه بشكل منظم يعني أنا هقعدك في حتة المبخ دي قدامي وقفل عليك وحط لك حلل تخبط وبتاع لأنه هم بيحبوا الحاجات دي فأنا نقيله حلول أشجلوا بيها بالضبط ما عودش عليه فوراء ده غلط ده لأ ده غلط أقل الفرص اللقى ما حطش مثلا كريستالات على الترابيزة وقول ليه وبيعمل كده بالضبط لازم يبقى شايفة كريستالة ومقرب لهاش لا هو طفل فيهم هات تتباهها بالموضوع ده تقولك ده الحاجة قدامه ما بيلمسوهاش لا لأن أنا بحرمه من فرصة الاستكشاف فأنا بديله الحاجات اللي يستكشفها ويكون مبسوط ورادي مش إن أنا بمنع يعني كل حاجة قدامه طب أنا عرف منين ده كريستال ألعب به ودي لعبة ملعبش يعني مش عارفة ألعب بإيه الأخبطيني فلما الحاجات تتلعب الترابيزة دي يتلعب بيها الحاجات في مناطق في البيت فيها كريستالات خلاص ما تتعرب لهاش خلاص قفلنا قفلنا بباب كده لطيف ليه مش هفضل ألف وراه وده لقى ويعايته لأنه بيجي له نوبات الغطب طبعا لأنه قلنا إن المخ مش مكون التوصيلات اللي تطبطب عليه وتقوله معلش هتعيش مع الحرمان مش موجود الحل السحري للأسف اللي بيبقى قدام الأبهات والأمهات هو آآ كده بيروح عن نضرب ضربة خفيفة على أدي عشان ما يمسكش الحاجة عشان مش عايزين نعمل المناخ الأمن اللي حضرتك قلتي ده نفس الأب والأم دول بيبعتولي سؤال بعدها بسنتين في كل البرامج يقولوا إيه إحنا ابننا كل ما بنزعق له أو نقوله حاجة بيدربنا طيب انتو بتضربوه لا خالص إحنا بس لما بيجي يمسك حاجة بنقوله آآ أو بنلسعه على إيده هل بداية الدربة في سن صغير الدربة ممنوع طبعا في كل الأعمار لكن لو أب وأم بدئين بقى وهو طفل عنده سنتين آآ آآ على إيده هم مل على بطال هل ده ممكن يأثر على سلوك الطفل بعدين أكيد أكيد بيعلموا إن العنف مباح في الحب ماما بتحبني بتحضني وببوسني وبقى تضربني ولي بحب صاحبي بحب جيدان وببوس وبحضن وهكذا أخواتي وهكذا أخواتي فبيبقى تكنيك حل المشاكل بتاعي هو الضرب لإن أنا معرفش تكنيك تاني فلو أخوي زعلني مش هقوله أنا زعلان منك عشانت عملت كده أنا هضربه مش كيف تبقى الضرب مواجه للأب والأم ساعات أكيد لإن هو مش معناه إن أنا مش بحبك ومعناه أنا بحبك بس أنا بشرح لك إن أنا متضايق عن طريق الضرب فأنا بعلمه العنف كمان اللي اكتشفوه إن لما بتزعي في إبنك بتفرس كيمويات بتضغط على زرار الألأ كيمويات في المخ على زرار الألأ وزرار العصبية وزرار العنف فتقولك أنا بهدد بالعنف بقولها التهديد بالعنف كالعنف نفعش أقوله حضربك حشده دينك حلسعك بالشامعة الحاجة بتاعت زمان دي غير مقبولة وبتعلمه إن العنف شيء مقبول وكمان بيتخيل إنك عملتها فعلا يعني ينام يحلم إن أنت نزعتي بالشامعة فيقتنع أن ده حصل يقتنع أن ده حصل فلما لقم تقولي أنا عمري ما ضربت أقولها هددتي بالضرب لأنه بيقول إنش بتضربيني تقولي أه هددت بالضرب أقولها كأنك ضربتي لأنه حلم بيك أو تخيل إنك نفستي ده عند سن الأربع سنين يا دكتور زي ما حدثتك قلت لنا من شوية دي مرحلة تانية بقى بدأ يبقى إنسان ويكلمني أنا عايز كذا عايز كذا تدايقا من أبسط الحاجات تمارين لبس المدرسة اختياراته في الأكل اللي عايز يأكله بشكل يومي صحابه ولعب كل حاجة بيقول آه ولا أفيا حلو إن إحنا نقول أو لا بس ساعات الأولاد يبقى اختياراتهم مش منطقية هل دي مشكلتنا إن إحنا بناديهم اختيارات زيادة في حاجات كتير قوي فبنديهم مجال إن هم يختاروا حاجات في الأكل نتخانق معهم فيها ولا المفروض نحدد الحاجات من الأول ولا نعمل لهم إيه عشان نقلل نسبة العند ما بيننا وما بينهم لأن أكيد إحنا كمان بنعند في حاجات معاهم خليني أقولك عالميا في إحصاب تقول إن 30% من أوامرك لن تطاع 30% فتوقعي النسبة دي في كل الأطفال وما تستغربيهاش كل ما أوامرك تزيد كل ما النسبة تزيد فأنتي نفسك محتاجة تعرفي حتخير معركي بمعنى ممكن في بعض الأمهات يدي له اختيار بين 3 لبس أنواع ألوان لبس ويختار 3 أطق أختار واحد منه ممكن بتدي له اختيارات في الأكل أنا ممكن أعمل لك ده أو ده أو ده ويختار ساعات ممكن يرفض كله يبقى ساعتها بقولت بالشوكولاتة بعد الأكلة وكلت النوع ده عشان دهال فيه وبعدين بقى إيه الطفل بيرائب فأقول له يلا يا بابي كل ده عشان هالثي حيخليك قوي مش كده يا بابي فهو سمعني وبابي يأكل ويقول إيه آه ده جميل قوي ده هالثي شفتي بيخلي عندي عضلات إزاي فهو الطفل ممكن أعلمه مش دايركت ان دايركت إن أنا أمثل قدامه تمثيلها صغيرة أهمية الأكل الصحي ففي كذا طريقة أنت لازل تفكري المعركة دي تستاهل أقف وصمم عليها ولا تستاهل لها حلا بشكل ودي بالضبط طيب أنا هفترض إن ده خط أحمر زي العنف زي العصبية تقطوط حمر طبعا فأنا بقول له لو أنت عليت صوتك بس أنا مكنش بيعلي صوتي لأن أنا مثلا عادلة صعبة أكيد أكيد بس الصبر على أولادنا ودايما نقول حيكبر كل الأطفال كده إيه اللي بقوله في دماغي ده بيساعدني أهدى هو مش حيفضل أربع سنين طول حياته بس اللي أنا بزرعه النهاردة اللي حجنيه هو عشرين سنة شكل علاقتنا إيه طبعا فإزاي إن أنا أقوله ده غلط هقوله لو عملت كده عقابك كده بس لو أنت ما عملتش ده ثوابك كده بيسموها choices ال choices ده له أهمية كبيرة جدا واحد بيقل العصبية بتاعتك وبيدي له مساحة يفقر بيقولك كمان بيعمل يزود التوصيلات ما بين الفص الأيمن والفص الأيصر للمخ فالتوصيلات اللي في النص تزيد وعدد الخلايا في المخ تزيد لإنه ابتدى يستخدم مخه ويختار ما بين قرار ده والقرار ده طبعا فأنتي ساعاتي يبقى أهدأ ساعاتي حس أنا إن كنترول لإن أنا اللي باخد القرار ما بيفردش علي طبعا ساعاتي حل مشاكله بطريقة لطيفة وفي نفس الوقت خلايا المخ بتزيد والتوصيلات ما بين المخ بتزيد برضو يا دكتور حتة إن أنا دي له اختيارات دي ساعات الأمهات بتقع في حتة أنا قلت لك لو عملت كذا هاديك الحاجة دي أو لو ما عملتش كذا فيه عقاب أجي وقت الجد ما عملش العقاب ده أرجع في كلامي لما يرجع بعد شوية يقوم مثلا نيجي جنبي يحضني طب طب علي وإحنا بنضع في ناحية ولادنا وأقوم قيلة إيه طب ما خلاص بقى ما هو هدي بعد شوية مع إنه عمل الحاجة اللي أنا قلت له عليها لأ مرضاش يذاكر مثلا أنا مرضاش يأكل وأعمل حل وسط وأقوم عاملة إيه خلاص نفوت العقاب النهاردة التفويتة العقاب دي أنا قلت كلام ورجعت فيه سواء بالحلو أو الوحش بتقلل مصدقيتي عند ابني أكيد لا شك إن مصدقيتك بتختلف مش هتعمل حاجة مش هتعمل حاجة مجرد أقول لها صاري أنا آسف أنا آسف فهو عارف يقدر يعمل لهو عايزه كله و هيعتذر و هترجعي في كلامك أنت كام تعملي مشكلة إنك بتعلمين ما يتحملش نتائج أخطاء يعني إيه أنا بسامح ابني طب ما ممكن يرتشي ويفتكر إن من كل الناس هتسمحني زي ما ممت كان بتسمحني يدرب صاحبه وقرأت هيسمحني وهكذا بقى حاجاته وقال أنا لحد حاجات كبيرة بالزبط فبعلمه تحمل نتيجة أخطاءك فلما يتحمل نتيجة أخطاءك وهو صغير ما يغلطش كتير وهو كبير لأن عارف إن الحياة بتحسبه وإن الناس مش هيكونوا بهذا التسامع ومش كل الناس ماما اللي بتسامع أكيد ودهي طيما بقول الأم واحد ما تهدديش بعقاب إلا ما يكوني هتعملين وما يكونش العقاب صعب لأن أنت نفسك هتنسي هل قلت له أسبوع من غير إنترنت مستحيل أنت يوم والتاني وحكوني نسيتي الخنائكة على إيه بالضبط هتلاقي نسي رجعتي في كلام بالضبط فدايما أعملي في عقاب الولاد يقدروا يستحملهم وإنتي تقدر تكملي علي أنا اللي دحكني إن أنا عندي أسبوع ما مشت بشتبه أكمل الأسبوع ما بتقدرش تكمل فهو ومشينا تدرجنا في الموضوع بالساعة الولاد بيبقوا عاملين غلطة اللي هي تبقي يا دكتور مش عارفة تعملي إيه أنا عايزة أقوم أضربك بس أنا مش حضربك أنا عايزة أقوم أقول لك أنت غلطان وفيك وفيك ومش حتكلم فبقى عايزة عقب فبقى عمل عقاب كبير بس بلايه إن هو عامل تغيير في اسلوبه وحاسس قوي بالندم فساعتها بحاول لنا مثلا أنا وكتير أميات نعمل الحركة دي نتكلم مع أولادنا أنا حسيت أن أنت تغيرت وأن أنت عملت حاولت تتصلح غلطتك بقى لك يومين ثلاثة فبدل الأسبوع بقى يومين ثلاثة لو أنا شرحت كده أو رجعت في كلامي بالطريقة دي برضو مش حلوة بصراحة بعد الخطأ لازم إن إحنا نغط مع ابنين يساعدوا نفهم الخطأ ده قبل ما أتكلم حتى على العقاب يعني أنا التصرف ده غلط وعقابه كذا فإحنا متكلمين من قبلها بفكروا وقت ما بيغلط على فكرة بفكرك العقاب كذا عمل تحمل نتيجة عقابك بس تعالى نعمل ودي اللي الأمهات بتنساه إن هي تقوله هو إنت شايف ليه أنا بعترض على التصرف ده وليه التصرف غلط أخليه هو يتكلم وهو بيتكلم بيسمع نفسه مش أنا اللي بتكلم بس وهيقتنع أكتر هيقتنع أكتر طالما سمع نفسه هقوله طيب إنت رأيك إن التصرف ده تأثيره إيه علينا ليه عشان يعيش يتعلم أنا تصرفاتي تؤثر على المجتمع في ناس تحسي حتى هم سايقين أكن الشارع ده بتاعهم وسايقين أنا تصرفاتي لا تؤثر على المجتمع مفيش عواقب خالص مفيش عواقب لكن لما بعلمه إن أنا بعيش في وسط مجتمع في وسط أسرة بتتأثر بتصرفاتي بيبقى أكثر مسؤولية وإحساس بالمسؤولية بنتائج تصرفاته طبعا وبعد كده بدي عقاب أقدر مرجعش فيه خلص يعني من قبلها متفقين على العقاب من قبل ما يتصرف وأفكره مرة وممكن أفكره التانية بعد كده خلاص حينفذ العقاب يعني أنا كنت أقول لإبني معلش بالإنجليزي تحمل عقابك أنت راجل أنت راجل تتحمل نتائج تصرفك فيعرف يعني إيه إن أنا بتحمل باخد القرار الخاطئ وبتحمل النتيجة طبعا يبقى فيه كده إحساس إن فيه عواقب للتصرفات بالزبط وإحساس بالمسؤولية كمان عن أكي أنا مسؤولة عن صرفاتي فيحس إن كلنا بنؤثر في حياة الآخرين حنطلع فاصل وبعد الفاصل حنقلم حضرتك بقى للنقطة المهمة وهي إمتى حضرتك بتشوفي إن لما أب و أم يجوا يشتكولك إن الطفل ده فعلا عنده مشكلة كبيرة في العند مش مجرد فيزز أو مراحل بتعدي مع الوقت حنطلع فاصل بنرجع نكمل خليكوا معنا ورجعنا لكو تاني ونكملين معاكم في حلقة جديدة منقول يا دكتر ورجعنا وراني في الستوديو دكتر هالة حماد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين وزميل ألكولية الملكية البريطانية للطب النفسي قبل الفاصل يا دكتر وصلنا عند نقطة العند بقى إمتى يبقى عند بجد يعني الطفل ده يتصنف إنه إنسان عنيد تمام بص يا اللي عند بشوفه في الأطفال اللي أمهاتها نمكية زي الأم تعلق على كل حاجة بمعنى تدخل للقودة للشوز بتاعتك تطلع اللعبة طلعتان مكانة ترجحها مكانة المشعر فكلامها كتير وملاحظاتها كتير فيبتدي يعني ده نوع فيه نوع مش مركز يعني إنتي قلتيله اعمل كذا أو حاضر وبعدين عد على قطة لأ لعبة بيلعب بيها إنتي تظن إنه بياند ولكن في واقع الأمر يا ترى الأوردر بتاعك أو الأمر بتاعك اتسجل في الزاكرة ولا لأ والأم شتت مش معي بالضبط هو بينسى وبيتشتت فيه أم ما بتديش أوردر يعني إيه ما تيجي نعمل كذا لأ أنا غلوبة أقول لك وإنت ما فيش فايدة فيك كل يوم رامي الشنطة عند الباب يا ابني حرام عليك باباك حيقع على الشنطة تكسر رجل ويبقى كويس كده هي مدتش أوردر اللي ده حكلي اللي حكي قلت فيه أم ما هو بيوم هات بتاعي مش أم واحدة بزبط نحن بطير قوي بنقول لابس الكلام بالضبط فهو طالما ما مدتوش أوردر مع التركيبة دي هي اعترضت لكن مدتنيش أوردر فلا ينفذ أنا ما فهمتش عايزة إيه بزبط هي مدتنيش أمر هي عشتاكت بس فما يشيلش الشنطة لأن هي ما مدتوش أوردر هي عملت له لاخبطته فعشان كده الأوردر يبقى مختصر مختصر تماما ويبقى موجه وقللي الأوردر بقدر الإمكان في بعض أولادنا ما يستحملوش ثلاثة أوردر مع بعض يعني يروحوا لقوضة هاتلي طرحة الصلاة والسجادة وانت بعدي بقى هاتلي كباية ماء مش هفتكر التلاتة فأنتي لازم تشوفي هل ده قادر يفتكر التلاتة أوردر هل أنت هو سمعك فعلا ولا كان على البلاي ستيشن ومركز وانت بتتكلمي من بعيد وانت بتعمليه حاجة فمتخيلا أنه سمعك ومتخيلا أنها كتبت في الزاكرة ومتخيلا أنه عنده رغبة يقوم يعملها فلازم لما بكون الأوردر بكلم أوردر واحد وهدية وأقول له لو هم أنه ناسي يطرى نألت لك إيه عشان راجع هو كتب في الزاكرة لو الطفل ده الأم من المكاية زي ما هيك بتقولي جدا أو هو أخذ طبع زي ما قلنا برضو في بيات الحالة أنه ممكن يبقى الطفل ده طبعا أنه هو عنيد شوية وإرادته قوية وعايز يختار كل حاجة بس الأم واثقا الابن ده بيقولها لأ في كل حاجة كل حاجة بتقال عليها لأ النموذج مثلا اللي منشوفه في السوبر ماركت قاعد في الأرض بيرفص عايز يأخذ الحاجة اللي هو عايزها مش حنزل غير لملمس اللي أنا عايزه فيه أمهات بتوصل إن هي بتبعت لنا رسال إنه ولادة قاعدة اليوم كله مش عايز يأكل عشان مش عايزين يأكلوه غير الحاجة اللي هم عايزين هم أو اللي شايفين إنه محتاجها مثلا تعبان فلازم يأكل حاجة معينة عنده أنيميا ما بيأكلش فعملين له أكل متوازن مش راضي يأكل اللي عندما يوصل للدرغو دي نتصرف معا ازاي بصي احترم زكاء ابنك اتكلمي معاه اشرحي له ليه الأكل ده وإنت نفسك محتاجة تكون عندك مرونة يعني أوكي هحط حاجة أنهالفي مع حاجة هالفي فدي حتاكلها عشان هالفي وده يسمح لك إنه تاخد ده مع حاجة أنهالفي اتفاهمي معاه ما يبقاش أوردر كل بقى خلصني بقى أنا ورايا كذا وكذا أنا مش فاضية الطريقة بتاعتك كمان أنا مرة جالي طفل ست سنين قطع الأكل شرف ولما يجوع الشرم مياه اكتشفت إن الأم عايشة معك جدة واللي اتنين همم في الحياة حياكل إيه فزهق من عملية الأكل زهد من الأكل وكمان هم دايقون من كتر الأوامر الأوامر في حياته كلها ودابل دابل الأوامر بالضبط فاللي اتنين منماكيين فعمل إيه أنا ما عنديش كنترول إلا على الأكل مش واكل مش واكل لأن أنتو كل حاجة في الكنترول بتاع كنتو إلا الأكل ده في الكنترول بتاعي أنا فقلت لهم تبطلوا تتكلموا على الأكل إزاي يا دكتور قلت لهم ما كده ففي الأول خس كيلو فلما لقوم بيكلموش على الأكل خالص جيع لا ابتدأ يأكل بقى ليه ما بقاش نقطة كنترول ليه أو إحساسه النقوي عليهم لأنهما ما بيعلقوش تماما فكان وطبعا قللت لهم عدد الأوامر اللي كانوا بيأمروها ليه فيبقى عايزة يتمردوا بس ما ننساش في بعض الأمهات بتحس بالتأثير لو ما علقتش على كل حاجة وانا ساعة أقول لها انت اللي قلقانة انت اللي بتعلقي كتير عشان بتحس ان انت مقصرة وبيجي لك أفكار ان ابنك حيطلع وحش ومش مؤدب وا 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 فتعلقي كتير فكمان جزء من شغلي إن أفهم تركيبة الأم وأساعدها تشتغل على نفسها فلازم ما بقعد مع الطفل أفهم هو ليه بيرفض هل ده طبيعي والأم رافضة طبيعي ومتخيلة إنه هايسمع كلامها ولا الأم أوامرها كتيرة حتى فهم الطفل للأمر طريقة إلقاء الأمر برائب عشان أعرف ليه الطفل ده عنيد ما قدرش أقول لأطفال كلها عنيدة عشان كذا ده فيه أسباب كتير ده بيختلف من بيت لتين بالضبط لو الأم بتدي أوامر قليلة على قد ما تقدر بس أنا بدي الأوردر يا حبيبي لو سمحت أقوم خلص أكلك ييجي بابا من الشغل رايق وفايق إيه يا حبيبي ماما عايزة أكل وأنا مليش نفسها عايزة أكل شوكولاتة سيب يا حبيبي الطبق أقوم كل شوكولاتة يا حبيبي قفل التلفزيون يقفلوا ملك يا حبيبي يقول له يا بابا ماما قفلتني التلفزيون لا لا افتحه دي مشكلة لما يبقى فيه بقى وجهين للأوامر وفيه أه عند شخص ولأ عند شخص تاني نعمل إيه ساعتها وده بيبقى أسهر وعالطفل إيه كوبايتين شاي وشوية سوداني وقعدها مع جوزك بتتكلمي لازم في وقت هاجي كده ونقعد مع بعض ونتكلم إيه المسموحات وإيه الممنوعات لأن هو مصدقية كنت اللي اتنين واعدة ليه هو مين فيهم الصح؟ ماما ولا بابا؟ طب بابا شايف إن ماما غلط يبقى أنا كمان هشوف إن إيه غلط بس ماما بتعترض قدامي على بابا وشايف إنه هو غلط طب هو كمان غلط يبقى اللي اتنين غلط يبقى أنا هدور لي على مثل أعلى مختلف بره البيت بقى بره البيت فعشان كده الحاجات دي ما ينفعش تتناقش قدام إيه؟ الطفل ينام وكوبايتين شاي ونقعد نتكلم إنه مش هينفع أنا اختلف قدام بالضبط هو ده لو سنة دكتور لسنة بتاع 16-17 سنة نحاول كده وإحنا دايما بنعمل حلقات نخطب كل الأمات آية إن كان موقعها إيه والمشكلة عندها وصلة لفل إيه ابناء عنيد غلطنا في حاجات اختلفنا في وجهات النظر أنا والأب بنيدي أوامر كتير الطفل ده كبر وبقى شابة ما شاء الله عليه أو شابة في عند غير طبيعي هل الوقت تتأخر إن إحنا نصلح العند ده؟ في مرحلة معينة بيبقى خلاص بقى طبع لازم نتعامل معاه ولا لسه ممكن نصلح هو طبعا لازم نعرف الأول إن مرحلة 11-12-13 بيبتدي العند ودي لها قصة كبيرة لإن مرحلة المراهقة في تغيرات في المخ بتحصل والطفل بيتمرد في المرحلة دي لدرجة إن الأم تقولك ده مش ابني أنا ابني كان بيسمع الكلام هو ابني يتغير ليه فمن غير حاجة بيظهر العند حتى لو كانت الدنيا زي الفل في مرحلة الطفولة طبعا كل ما يكبر بيبتدي يستقل أكتر ويحاول يثبت ليك استقلاليته وبيبقى صحابه نمره 1-2-3 وانت نمره 4 واللي صحابه يقولوه هو اللي حينفز مش انتي فلازم تكوني بني علاقة كويسة بس أنا هفطرد السيناريو اللي انتي قلتيه إن العلاقة مكادش صح من الأول تمام ساعات يعني في سن 17 لازم أسأل نفسي إيه المتوقع كحريات في السن ده إيه المتوقع إنه يرجع الساعة كام لازم نحط نظام طبعا في وقت الشتاء الدراسة في موعيد للعودة غير وقت الصيف وكل سن لازم أنا أكون فلاكسبل أو عندي مرونة إن أنا غير القواعد مش القواعد بتاعت 14 سنة تنفع القواعد 17 سنة وأشوف المجتمع بيسمح بإيه وبيتنا وأخلاقياتنا بيسمح بإيه مهم جداً الأم والأب بإيد واحدة إنه هما يعودوا معاه ويكلموا على إنظام بيتنا إيه إحنا إيه المسموحات لو بنوتا إيه المسموحات في اللبس إيه المش مسموحات في الشكل في الميكوب في الخروج في صحابها في كل حاجة في كل حاجة القواعد الأساسية القواعد الأساسية طالما القواعد الأساسية تنقشت وعملنا الخناءة بتاعت أي مراهق مع الأم والأب وده طبيعي وصحبتي بتلبس بتبين بطنها وبتلبس مش عارفة إيه وأنا عايزة أبين بطني زيها وبنشرح لأ بيتنا هم حرية شخصية بالنسبة لهم بس إحنا لأ ما عندناش ده فكل بيت له نظامه وبنقش ليه وعشان إيه وكل الكلام ده باحترام جداً بتفاهم جداً وإن إحنا بنشرح من زمان كمان إن إنتي إن إنتي تبقي مختلفة عن صحباتك ومهم زي ما حيجي تقولي إن إحنا نشرح من زمان ما عارفش إحنا ليه برضو كأهالي بنسيب كل حاجة ما يجي وقتها بالزبط فالوضوح مهم القواعد مهمة المسموحات والممنوعات مهمة ولما نخلص ده كله حتقللي كمية الخناءات ليه؟ لإنك أرسيتي قواعد فالخناءات بتقل ساعتها أنا كمان برضو لازم يكون عندي مرونة لو أنا متفق على 12 ورجع الساعة 12 ورص واحدة طيب حقول إن إنت لازم تقولي فيه زرف معين عشان فيه فرح أخت صحبك ولازم تحضره لكن مش هيبقى كل مرة مش كل مرة بالزبط ففيه ظروف معينة الحاجات الظريفة اللي كنت بعملها عايز يروح يتميلات صحبه طيب أنا عايز أعرف هتروح مع مين يعني مين اللي هيوصلك أنا ما عنديش وقت أوديك هترجع إزاي؟ حسب بقى مرحلة المرحلة العمري وعندك التحان بكرة ولا لأ عندك هومرك حتخلصه بدري المكان فين وبعدين أقوله ديني 24 ساعة فكر أنا إيش بابا وأخد منه معلومات أكتر ما ردش في ساعتها لإن ردت في ساعتها ممكن أرجع في كلامي ممكن أقول لا أو خلاص أقول لحضرتك أكدت علينا فيها كذا مرة النهاردة أن بلايش نرجع في كلامي بالضبط لأن هيعودوا إتخانق كويس زعق كويس ناكف كويس هترجع في كلامي لكن لو أنا أسكية أسكية جدا فهي النقطة لما أنا وبابا بنتفق وعندي أسبابي واضحة كمان أتعاطف معي يعني إيه؟ أنا عارفة أنك عايز تروحي لعدميلات دا ونضل صحابك بس إحنا برضو أنت فاهم مكان مثلا بعيد نحاول نتكلم طب لو أدني وإيش بقى لما أتكلمه كذا عادي هي المشكلة ببعض الأهل بيكرهوا أن ابنهم يزعل منه ودول الأهل اللي هما بنسميهم يعني بيسمحونهم يعملوا كل حاجة عشان مش عايز يبنه يزعل منه أو يدايق منه أو ما يحبوش بالعكس الأبحاث وجدت أن لو أنت حطيت خطوط حمرة وقواعد واضحة المراهق يحس بالاحتواء ويحس بحبك ويحس باهتمامك لكن لو كل حاجة اعمل يعجبك يا حبيبي روح يا حبيبي ماشي يا بابا لو كل يحس هي لايمة بتحبنيش هي مش مهتمة خالص كده سيباني أعمل اللي أنا عايزه بالعكس دا بيحسسه بعدم الأمان فالقواعد والخطوط الحمرة بتحسسه بالاحتواء والأمان أكتر كأمة بقى عندي ولاد في سن المراهقة حانقل لحضرتك أرض الواقع الدنيا بقت مختلفة حوالينا ما بقاش الولاد بيتكلموا في مواضيع سهلة وبقى في بعض الأهالي مربين بأسلوب مفتح جدا نقول لك عادي يسفروا يباتوا بره يعملوا اللي يعملون مش فارق معهم حاجة زي ما حاجة بتقولي اللي أنت عايزه هتعطوا فيجي أنا ابني يجي يقولي ماما أنا عايز أسافر أقول له لا مفيش سفر إحنا يا حبيبي متفقين أنه لا يبدأ الحوار يتقلي بالنينتي اللي عنيدة ده ماما فلان بتسفر وماما فلان بتخليه سفر لوحده ويرسلي مثلا عشرين واحد من صحابهم سفرين وأن أنا الوحيدة اللي عنيدة ومتزمتة يبقى رضي ساعتها بصي ده طبيعي يعني كل أولادنا حيعملوا كده ودايما حيقارن بينك وبين أمها التانية لازم نكون متفقين وبرضو هرجع أقول الأب والأم يد واحدة بابا يتكلم مع المرة دي إن أنا وانا في سنك ما كنتش كذا أنا عارفة الجيل اختلف ولكن أنا يعني مريت بالموقف ده بالزبط مع ابني قلت له لو الأهل معاكو في الرحلة في شليف المكان الفلاني الأهل واحدين بالهم لكن أنا أضمنك أنت ما أضمنش الحواليك وما أضمنش المغريات وبعدين ما ننساش الرسول عليه الصلاة والسلام هو وصنا بالصديق الكويس ونبعد عن الصديق السيء أنا ما أضمنش في الجروب ده في صديق سيء ولا لأ فلازم أفهم ليه لأ وقد إيه ده كان صعب وأنا فاكرة حصلت مع ابني وهو 16 سنة لما بعد 21 سنة أنا واثقة في شخصيته كوينة ليه؟ لأن أنا خلاص الشخصية تزرعت أنا عارفة جدر نزل في الأرض قوي وأنا واثقة منه فبعدها سألته بترو فاكرة ما كنت 16 سنة كان ليه حق؟ قال ليك حق ففي يوم من الأيام حيشوفوا ليه إحنا قلنا لأ فما تخافش تقول لأ وتقول حيزعل مني لأنه هو في يوم من الأيام حيشوف الصح محتاجين نزبر شوية بالضبط تنصحين يا دكتور بإيه في موضوع العين دي كده أهم النقطة اللي إحنا تكلمنا فيها على مدار حلقتنا إيه؟ اللي محتاجين نركز فيها محتاجين نقلل طلباتنا من ولادنا محتاجين نكون واضحين في طريقة الأوردر أو الأمر اللي بندي لولدنا ما نبقاش عصبيين نتأكد إنه سمع الأمر وكتبوا عنده في الذاكرة محتاجين نقدر إن من حق الولادي يعترضوا وإن أنا أرجع نفسي مش أنا عشان أم أبقى صح دايما أو أب أبقى صح دايما أشوف الأمور من منظور الطفل أو المراهق وإحساسه إيه؟ طبعا أدي النفسي مساحة إن أنا أفكر قبل مرفض أحط حاجات من حقه كحرية يعمل شعره إزاي؟ فيه أب يفضل يناكب في ابنه عشان شعره وشكله ومش عارفة إيه لا أدي له مساحات اختيار هو حيتغير بعد كده اختيار في الألوان اللي حيلبسها اختيار يبقى لازم أدي له مساحات عشان يكون إرادته إنه يقول لي لأ أساعات يبقى عنده رأي مش منصاق دايما بزبط فدي حاجة كويسة لما ابنك يقول لك لأ ما تعتبريهاش حاجة وحشة ودي اللي تحترام ليا ما تخديهاش personal وتعتبري إن أنت معرفتيش ترابي طبعا لإن ده من حقه كإنسان إنه يعرف يرفض ويقبل وإن أنا بتفاهم معاه لي لأ وفي الآخر فيه خطوط حمراء من حقي أقف وما خفش وأنا بقولها لأ طبعا حتى لو هو زعل مني حتى لو خفتي إنه ما يحبكيش في يوم الأيام حيقدرك ويحبك ونفر تكساري إبنك أو بنتك أو تهنيهم أو تقليلي منهم وتكساري إرادتهم في اللأ وقليلي طلباتك لإن ساعات أمهاد بيطلبوا حاجات كتيرة قوي وبعدين بيزعلوا قوي ويبقوا إيموشنر ويعيطوا ويبقى حدش بيسمع كلامي حدش بيسمع كلامي إه دي بالضبط بالضبط طبيعا ما تسمعش كلامك في بعض الأوقات نورتين يا دكتور وبشكرك جدا على وجودك معنا شكرا ليكي وبشكركوا على الاستضافة كده وصلنا نهاية حلقتنا شوفكم الحلقة الجاية استنونا